عندك فان يعني عندك قاعدة عندك ناس ليحقينك بيخلوك بلك هن تكفى بالغنى هن تكفى بالفان من وراهم كفى وقفت لي انا نا ما وقفت بس انه في حافز يعني للناس بيخليك لانه ما في حفلات كتير عم بتصير بس انه في حفلات اي ما منشوفك بحفلات كتير ليه مين عم يعمل حفلات مين اذا قليسة عم تعمل حفلتين بالسنة اذا عشرين يعني اكتر حدا عشرين يشتغل لكي حليك الشي يعني هلأ اللي صوته نجوة كرم اكتر واحدة عم تشتغل يعني اكتر الاصوات يعني اللي كتير كبيرة انه اللي عم يقدروا الناس لما يقولوا لك ما بنا نجيب نحنا حدا ستايل او حدا يغني بنجيب اتنين هلأ الاكتساد الوضع البلد بكل الوطن العربي يعني ضعف ضعيف يعني نحنا بمرحلة بها السنين المرأنا فيهم هول للخمس سنين صار وضع الفند صعب صار وضع صعب لا صار الوضع انه خفت الحفلات يعني ما بقى في حفلات هلأ السنين موعدين يعني فيه سنة ارتباطات عندي مثلا فيه شي مبين بعد كمان حتى بدل عنده نخوف عارتكي نخوف من منك؟ لا نخوف من الوضع ايه تب فيه فنانين بيرفضوا يكونوا مع مي حريري؟ ليه بالعكس انا غنيت انا دايما كان عندي بالصيف عملت انا وعاصي غنيت انا وراغي بغنيت انا وكلهم انا ووائل هلأ عندي شي بمهرجين جوني بالصيف انا ومع واقل كفوري مع حفز الالكب لكل الفنانين كلهم بحبوني وكلهم كيف كلهم اصحاب معهم يعني كيفهم يرفضوا يغنوا معي معنى اول ما بلاشت غني غنيت انا وراغيب كذا حفلة عملت انا وراغيب كذا حفلة عملت انا وفاريس عملت كذا شي يعني بلاشت يعني لكي بتقلك شي هو سوق الحفلات هو الاوي كتير هو كانت سورية نحكي سراحة يعني هلأ كلهم عندهم معاناة الفنانين بقصة الحفلات يعني وهيك بس في حفلات بتصير كما في اعراض في حفلات طب امتى اخطأت بحق نفسك غلطت كتير ولا شوي انا بس يشبهوني بحدا ما بحب حدا يشبهني بحدا لانه انا ما بشبه حدا يعني اول اعرفت كيف ولا حدا بيشبهني بيك تفتح الباب ده الباب اعرفت كيف فهيك صراحة بنفتح الباب ايه قوم عاد بشرف يكون فتح الباب ايه قوم عايشين عاد شو ما نعمل ما بيدق بابكن انتو الفنانين مسلا انا بيدق بابي اذا بدون شي عطول هيك يعني وانا دايما ممطاقة الحمدلله عشان هيك ضل لي ماما عايشي مين اجاب يطلع موسوار ايه تفضل بده ركب اللمب ايه معني ما قيتتى تفضل البندا ضوية لعنه لدي ايه فا ايه هون اللمب هون اعرفت كيف ايه نعمل كات اوشو مكفية انا ام تفضل فيسفوت ايه بسفوت ايه انتوشوف هين الا الاعلاووز ولا اوكي كي مثلا بتشوف ابدا انتو اهل Tour ou ce ياها الهم سيدي هينى اللي هتماولي بكل شي بالبيت جيمول التارس ليسي هم بأش البيت حلو جديد ايه رجل حلو بعد ما خلصنا بس شوي يعني بتكتحطيها بليز هاي منشيليها اي لا خليها انت احديك الوردة شو لتي لبديك وردة حمرة 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 انا بحب الحب بحب الهيك السلام لو فيه ابيض كتبتلك بيضة وخليها سلام على طول ايه سلام تنفتح صفحة جديدة صفحة انا ما عندي مشاكل مع حدا كل واحد هو يليكي شو انا بالنسبة لكل واحد بيحكي ما بدي اقليك تزعلي لا بليز حكي بليز حكي عادة انا بحمل شو بحس بقول وانا شو بتحبي اهديكي سفرة انا لكي شو بتحديكي حالة هلا ما اصدق انا بس حبيت كتير الصفور اه عن جد عم بتحكي بطلع بريك ولا شو؟ اه منكفي اه منكفي طب احنا مكفيين طب بتمرني صوتي طولت كتير الشو اسمه محلقت بدل قلوز طب بتمرني خسريك اه بحبي كتير الرأس ايه ما قتم 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 عرفتي بالرأس اصلا ايه هلا بفكروا ان اي دايما هيك انا كنت كتير كتير بحبه يعني يمكن ما بتتخيل قدية بحب الرأس يعني بدمي بقولوا مثلا هيك وقيقاع وهيك وموسيقى والفن بكل اه عرفتي شو؟ بس الموضوع كله طولت كتير شو بالنعم ضويت اخر شي بقى انا نضويت ايه ما ضبطت اخر شي لا؟ طيب بسيطة ايه مش مهم هلا اعطيت رأيك كذا مره بنجوة كرم بحبه كتير نجوة انا اه بس يمكن انا بوقتها كنت مأثرة بملحم انو زعلان ملحم زعلان اي انا ارحموا يعني انو ليه موك كتير انو ليه يعني ليه موك انو ليه مي تعطي رأيه بنجوة كرم انو لا مين مي انو تحكي عن نجوة كرم ما فيك تسأليني هك سؤال لانه انا مي كمان انه عندي اسم وانا ملحم بركات يعني ما على شي بس ما فيك تقوليها هاي ده انه اذا عحكيت رأيي بالانسان كانسان بحكي بالانسان كشخص عن شخصية الشخص ما عم بحكي عن فنة اذا دقرتها بفنة بقولوا من ماي لانه هي اليوم نحنا بنحافظ عليها لنجوة كرم مع حفظ الالقاب انه اليوم هي الوحيدة اللي في لبنان عم بتغني ست ماجلة الرومية من بعد عم بتجي نجوة عم نحكي اللبناني كالبناني عرفت هي كيف الاغنية اللبنانية